فيه أوضاع غير مقبولة وإحنا كبشر اللي عملنا في بعض كده هوت لما نرجع للتعليم الكتابي أو التعليم المسيحي أو التعليم الكنسي بنلاقي إنه هو فيه من خلال المحبنة بنبني بعضنا البعض يعني منشوف الكنيسة الأولى مثلا في سفر الأعمال قد إيه كانت كل شيء مشترك بينهم أي حد كان عنده احتياج اللي عنده كان بيساعده ويقوه بعضه ونهضت المجتمع كله نهض بسبب إن فيه ديانة سليمة وفيه تعليم سليمة إحنا طبعا لازم نفكر المسيحية مختلفة عن كل الديانات الأخرى اللي في العالم وإحنا من خلال أفعالنا ومن خلال حياتنا ومن خلال المثل اللي نحن بنقدمه للعالم يبتدوا الناس يفكروا هو لنفسهم كل واحد ربنا يدي له حكمة يبتدوا يفكر هل يعني الله هو إله الدماء يعني إلى متى؟ هل هو إله التخريب؟ هل هو إله الظلم؟ لا مش ممكن أو يرجعنا لأربع خمس تلاف؟ لا بالعكس يعني حتى لما بتدرس التاريخ حتى أيام البابليين الأشوريين بابليين الفرس كان في تقدم حضار أيام الفراعني يعني هل أنه الغرض من الدين يرجعنا نكون متخلفين كليا في ظلم وجاهل؟ دي مقساة مقساة كلنا يعني بنعيشها يعني مقساة أننا في القرن الواحد وعشرين مع تقدم كل واحد في إيديه الآيفون والآيباد واللابتاب والكمبيوتر والمعلومات اللي هي يعني في العالم كله أننا نكون راجعين لورا مش بنتقدم إلى الأمام والحقيقة أننا كلما نتقدم إلى الأمام نلاقي أننا نرجع لتعليم الكتاب المقدس تعليم رب المجد ياسوع هو اللي فعلا إيه ده البالانس دهوت يعني بقى كل الناس يقول له إزاي واحد يظلمك وتسامحه لأننا نسامح الأعداء دولة ده أقوى من أننا نضربهم تاني أو عين بعين أو سن بسن لأنه ده هو سامى بنا إلى مستوى أعلى بكتير أننا نقدي إيه بفيه أدمية وفيه محبة بين بعضه وسلام ده أقلك على الأرض السلام معناها أنه من خلال ميلاده رجع تاني السلام فما ندهرش أننا نرجع تاني الورا لكن نبص الأدام